وينضم إلينا من المدينة المنورة مراسل الإخبارية زميل محمد الشيري محمد أهلاً وسهلاً بك حياك الله معنا في هذه النشرة آخر مستجد لديك حتى هذه اللحظة في المدينة المنورة حول كل ما يتم من إجراءات احترازية ومدى التطبيق إن كان من المواطن أو المقيم تفضل محمد أهلاً وسهلاً بك حمدان أهلاً بأسادة المشاهدين المشاهدي القناة الإخبارية طبعاً الإجراءات المكثفة التي تطبق هنا في المدينة المنورة من قبل الجهات الأمنية والجهات الصحية والجهات الخدمية لقرار منع التجول الكل على مدار الأربع وعشرين ساعة ويأتي هذا القرار في الأحياء المعزولة التي يمنع الخروج من منازلها ويشملها هذا القرار وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين الساكنين في هذه الأحياء والحفاظ عليهم من منع انتشار فيروس كورونا كما تشاهد حمدان مشاهدين الكرام أقف وخلف هذه النقطة الأمنية التابعة لقوات الطوارئ الخاصة وذلك وجودهم في هذا الموقع لتسهيل الفئات المستثناء من قرار منع التجول وضبط المخالفين وتحويلهم إلى الأنظمة والقوانين وتطبيق العقوبات عليهم أيضا من جانب آخر حمدان مشاهدين الكرام تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتموين السلالة الغذائية وتوزيعها على هذه الأحياء المعزولة ومتابعة سكان هذه الأحياء بالإضافة إلى ما تقوم به وزارة الصحة من توفير الأدوية والأجهزة الطبية وأيضا العيادات المتنقلة داخل هذه الأحياء المعزولة لا ننسى أيضا دور أمانة منطقة المدينة المنورة التي تقوم بكثافة وبجولات كثافية ورقابية بتعقيم وتنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية لهذه الأحياء المعزولة أخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والسلامة للجميع ونود أن نوصل هذه الرسالة إلى الجميع إلى المواطنين والمقيمين بأن المملكة العربية السعودية وكافة الدوائر الحكومية والجهات المعنية تقوم بجميع هذه الخدمات من أجل صحتكم وسلامتكم وأيضا لا ننسى دور أبطال الصحة الذين يقومون بعد الله سبحانه وتعالى بالحفاظ على صحة وسلامة الجميع في هذه البلاد المباركة وكلنا دائما نردد تحت شعار كلنا مسؤول في هذه البلاد الغالية وبقاؤنا في المنزل هو السلاح الأقوى لمواجهة هذه الجائحة فيروس كورونا الذي سوف ينتهي بمشيئة الله تعالى عما قريب ولكن مع اتباع التعليمات والتوجيهات والإرشادات نعم حمد كنت أكيد ونتمنى دائما محمد السلامة للجميع أيضا أشكر مراسل الإخبارية زميل محمد الشهري كنت معي من المدينة شكرا جزيلا لك